بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبينا وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المتابعين المشاهدين الكرام أخواتنا المتابعات المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا أينما كنتم في بلدنا الطيب هذا أو توأمه فلسطين أو حيثما كنتم تتابعوننا في أرجاء عالمنا العربي أو في مغترباتكم في أوروبا في أمريكا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد فنسأل الله تعالى وهو العزيز القدير الكبير الخبير سبحانه نسأل فرجا لهذه الأمة أن يتولى أمورها خيارها وأن ينصلح حالها وأن تستعيد مسرنة بيها وأن تكون فيها العزيمة والقوة بدل هذا التشرد والتشرد والتفتت بأمر المستعمر طبعا بأمر السادة في الغرب ممنوع عليكم الوحدة ممنوع عليكم التنسيق جامعة الدول العربية ديكور شكل مصاريف بالمليارات على لا شيء وحدة حقيقية ممنوع نفهم الواقع ما نضلش في الخيال لماذا لا يتفق العرب على كلمة واحدة يمنعهم الأسياد في الخارج منتهى البساطة متى تنتهي هذه الوصايا متى ينتهي هذا الاستعمار غير المباشر نسأل الله تعالى أن الأمة تأخذ استقلالها الحقيقي يعني يحتفلوننا كل سنة بعيد الاستقلال كل بلد عربي له عيد الاستقلال وما زلنا مستعمرات وما زلنا مستوطنات نتلقى الأوامر وتنفذ بالحداثير متى إلى الحرية نسير ونطير متى يعني انتلأنا شوقا لأيام نتنفذ فيها الحرية ذولك بيقولوا كلام لابد ولا أمريكا ولا على الغرب كله ولا على الشرق ولا على أحد شورهم من رأسهم هذه دولة بواثنين وعشرين دولة عربية واغفالهم دولة واحدة ومتمشي كلامها على كل العالم متى تكون مثلهم نستحق نحن الشعوب أن يكون لنا من الزعمات مثل أولئك أولئك يستحقون وشعوبنا العربية لا تستحق لا ديمقراطية ولا غير قمع وإرهاب وتخويف مش معقول هذا متى تحترم هذه الشعوب نحن خير البشر نعامل معاملة متوحشة لماذا في العالم العربي وكل سجون مليانة لويش يعني مصر ستين ألف مسلم اعتقلوا عشانيش خدمة لإسرائيل على بلاطة ليش نبعد الدورة واللفة لويش إخواننا الصدر مليء والقلب محتقن بالأنم والله نريد أن نرى الأمة عزيزة نريد أن نرى الأمة في استقلال حقيقي نريد أن ننصر إخواننا في القدس في نابلس في فلسطين من هؤلاء المتوحشين المتبربرين ذولا على كل حال نفتة ما كنت أتوقعها والمسلام يعني في برنامجنا اليوم في حلقتنا اليوم في حصتنا اليوم في ظلال آية نقف مع ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ثم البرنامج على المعتاد رسالة الأسرار رسالة للشباب ثم الذكريات في مثل هذه الأيام إعدام عمر المختار إعدام عدنان مندريس وحريق الأقصى والخط الحديد الحجازي لنسفه العرب وما عادو ما عادو طب عدو يا عرب قال لا ما نريد طب ليه نرجع لموضوعنا في ظلال آية بخير الكلام نفتح الكلام سورة الحديد يا الله سورة الحديد فيها هذه الآية المتكلمة عن منتهى رقة القلوب نعم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ووصف مولانا في سورة الحديد أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام بأنهم واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها إذن رأفة ورحمة جعلها الله ورهبانية ابتدعوها واو استئناف وليست واو عطف على كل حال سورة الحديد نأخذ فكرة سريعة جدا عن سورة الحديد آخر المسبحات بمعنى سبح آخر وعدها ظل يسبح سورتان ثم سبح اسم ربك الأعلى إذن آخر ماذا آخر صيغ سبح سبحان الإسراء أول وحدة هذه مفتتحة بسبح لله ثم يسبح ثم سبح اسم ربك الأعلى مرتبة ترتيبا لغويا منطقيا سبحان من أنزل هذا الكتاب المصدر أولا سبحان ثم سبح الماضي ثم يسبح المضارع ثم الأمر سبح اسم ربك الأعلى سورة الحديد علاقتها بسورة الإسراء ماذا أول كلمة حديد في القرآن سورة الإسراء آخر كلمة حديد في القرآن سورة الحديد هذا واحد رقم اثنين سورة الإسراء في منتصف القرآن من حيث الأجزاء خمستاشر سورة الحديد في منتصف القرآن من حيث رقم السور سبعة وخمسين إذن تلك قلب للمصحف وهذه قلب آخر للمصحف والعلاقات والعلاقات بينهما أكثر مما قلت لكن نوجز الكلام عندنا يعني مع موضوعات وأسماء لأحاديث الآخره التطول وليتسع الوقت لها ألم يأني استفهام فيه نوع من التحديد يعني الجواب واضح أنه بلا قد آن بلا قد آن وكم هذه الآية رجعت قلوبا إلى الله عز وجل يعني يستحيي من الله أما آن لك يا عبدي أن تلتفت تلتفت إلى من خلقك فتطيع أمره سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم كلمة الخشوع يعني أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الخشوع يعني الهدوء إلى آخره فإذا أنزل مولانا عليها الماء تهتز الأرض بمعنى تنتعش وكذلك الخلوب تنزل عنها الآيات كالغيث على الأرض يحييها الوحي كما يحيي الغيث الأرض الميتة كذلك القلوب إح ألم يعني الجواب السؤال المنفي جوابه إثبات دائما ألم نشرح لك صدرك بلا ألم ترك إيف فعل ربك بلا ألم يأني للذين آمنوا بلا بلا يا ربي قد آن 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 ومن زمان آن نعم والله طال على العرب النوم طالت ألم يأني للعربان أن يستيقظوا من غفلتهم من غفوتهم من نومة أهل الكهف من رقدتهم أما آن قرن من الزمان ونحن في التخلف والنسيان وراء العالم جميعا لماذا إلى متى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم تليل تخضع لذكر الله وما نزل من الحق ذكر الله مطلقا وما نزل من الحق هذا القرآن ولا يكونوا إذن كونوا على هذا النهج والنمط والنموذج ولا تكونوا يا مؤمنين على هذا النمط والنهج والنموذج وهو نموذج أهل الكتاب فطال عليهم الأمد على ماذا طال الأمد على وجود الرسول بينهم ونزول الكتاب عليهم تقادم العهد ولذلك الران مع الوقت والزمن يتراكم على القلب يصبح بينهم وبين الكتاب حجاب حاجز للأسف ويبدو أن أمتنا الآن أصابها ما أصاب الأمم وما حذر منه القرآن العظيم ولا يكونوا كالنذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الفسق الخروج الخروج عن المنهج الخروج عن الطريق الخروج عن اتباع الرسول إلى آخره يعني لو بعث الصديق أو الفاروق رضي الله عنهم أجمعين الصحابة الكرام ومشي بشوارعنا في العالم العربي قاهرة عمان بغداد دمشق إلى آخره أو الرياض أو الرياض أو ما شئت من دبي مثلا إلى آخره إلى آخره أي زين قلنا له يا مولانا هترى هؤلاء ما حالهم قال الأمة من هذه قلنا ليسوا هنودا ولا صينيين ولا كوريين حزر فزر يطلعوا من مش هيعرف مش هيعرف يمكن يسمع الأذان أقولها إذن فيه أذان ما شاء الله وكثير منهم فاسقون خارجون عن المنهج يعني الآن موجود مصلين من فضل المساجد المليانة لكن أيضا المنهج الآخر أيضا زبال نهواية بدون ما نقول لك مكان فلاني مكان فلاني بدون التعرض على رأي الأخوان العراقين للأمكنة والتحديدات مو ضروري نقول التحديدات خليها مفتوحة يا أبو إذن هذه الآية في قلب سورة الحديد هو لها علاقة وثقة بأختها الأسرة الأخرى الإسراء لطريعة المسبحات على كل حال نكتفي بهذا القدر من الكلام عن الآية ألم يأني ما آن الأوان ما حان الحين بلى يا رب للذين آمنوا الخطاب لهم أن هم من يجدي فيهم الخطاب والتذكير أن تخشع القؤن تلين هذه القلوب لذكر الله مطلقا صلاة أو مجرد الذكر والتسبيح والحمد وما نزل من الحق هذا الكتاب العظيم وحذار أن تكون مثل أولئك هذا ملخص معنى الآية الكريمة رسالة إلى الأسرة أقول أيها الإخوة الكرام الأعزة والأخوات الكريمة يتحييكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات وبعد يعني حاولت أن أوجه لكم رسالة في هذه الحلقة فجت الآية نصب العين والعقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قلت أكلم إخواننا والأخوات في ظلال هذه الآية ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعش تجربة السجن نشوف ماذا سنقول هذه الآية التي أول ما مسكت القلم جدت في بايلف وقلت سأقضي الحلقة أو الخطاب يعني مع أحبابنا وإخواننا بهذه الآية أين الأسوة ورسول الله عليه الصلاة لم يسجن وهم إذا كان ذلك كذلك فاتت الأسوة لا بالطبع لا بالطبع فحياته الشريفة صلى الله عليه وسلم كانت شدائد متصلة فالسنوات الثلاثة عشر التي قضاها في مكة كانت شدة متصلة بل إن الشدائد بدأت منذ اليتم المبكر يعني موت الوالد ثم موت الوالدة بعد شوية موت الجد يعني فقد 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 إلى أن كفله أبو طالب إذن بدأت الشدائد من بدري ثم حمل الرسالة صلى الله عليه وسلم في قوم شديد تعصب لما عهدوه من الباطل يعني ألف الباطل وتمترس وراءه مش عاوزين نغير مش سمعين مش حنبدل يعني عربي لما لما استخدم العقل القاسهات عهد فكان له الأذى والاتهام وترداد الباطل بحقه كنسبته وحاشاه إلى الكذب أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وشاعر عمر ما قال بيت شاعر ولا استشهد به كاملا والكهانة والسحر ثم تآمرت عليه قريش وسجل القرآن مؤامراتهم الثلاثية وإذ يمكروا بك الذين كفروا ويثبتوك يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يثبتوك أن يسجنوك ذن كان السجن في مخطط مكة وارد ثم عزلوهم في شعب أبي طالب ثلاث سنوات شعب وادي هذا معنى شعب ممنوع عليهم التموين كان بعض يعني فيه ذرات من الخير من الكافرين يسرب لهم بعض الدقيق بعض الخبز لا أكثر ولا أقل تجارة ممنوع معاملات أي نوع ممنوع حصار ثلاث سنوات يعني سجن في الشعب صلى الله عليه وسلم إذن الحصار الظالم ما هو إلا يعني شبيه بالسجن أو هو السجن نفسه ثم الهجرة وأخطارها ثم تكالب العرب بقبائلهم وقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم يعني تجتمعوا على حرب إسرائيل لا لا إحنا على بعضين ما شاء الله عيون حمر نار على إسرائيل حرير حرير هلا شلوم خفيفي تسلموا تسلموا ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنكم وبدل أن يحرروا الأوطان من القبائل المتهودة أي وعملوا إيه قاموا يحاربون المسلمين شف العرب قلنا لهم يا عربان يعني جزء من المدينة بيد الأغراب اللي هي مناطق الخصبة مناطق النخيل ما قطعتم من لينة اللي خضعهم ونشافوا نخيلهم عن بيسن الأرض بس خلاص ننزل عند شروطك يا محمد صلى الله عليه وسلم أليست أراضيكم محتلة من هؤلاء أقالوا ولكن وجدناهم من بدر يا شيخ طيب ما هو الآن نحن وجدنا الصهاينة من بدري نسلم خلاص لهم على كل حال ولا نريد ولا نزيد في التفصيل ثم مواجهة الحصار ثم التحالف الشيطاني مع بني إسرائيل في غزوة الخندق وحرب الإشاعات فماذا كانت النتيجة نصر شامل وتمكين للدين وعزة ضللتنا حتى هذا الحين والحمد لله رب العالمين فصبرا وأنتم على خطاه إن شاء الله رسالة إلى الشباب بعد الرسالة إلى الأحباب الأسرى أقول أيها العزة في كتابي عن الحرب النفسية هذا هو هذا هو الكتاب الحرب النفسية الجزء الثالث كتبته منذ أربعين سنة عدا ونقدا منذ أربعين سنة كتبت هذا الكتاب قلت فيه في الجزء الثالث من أساليب الحرب النفسية التميع الفكري الثقافي والخلقي وتحت هذا العنوان جاء ومن وسائلها أي وسائل التميع اللي قلنا عنه ومن وسائل إسرائيل في هذا التميع في حربها النفسية ضدنا ما تمارسه من التميع الخلقي للأمة وخاصة شبابها وشاباتها بحيث تصبح المتعة واللذبة العابرة ومسارقة الشهوات ومخالسة ما يرضي النزوات معبودا متبعا مطاعا بحيث تنشأ عينات هشة لأنه عبد الشهوات هش كيف بجنده المجرمين الصهاينة العملاء والله أحيانا بالسقائر أحيانا بالمخدرات يا الله هذا عدو شيطاني أبو أحيانا بالجنس وارطوه مع صهيونية مجرمة وإعلاق وبصورهم بعدين ببتزوه إذن في سبيل ها يصبح عينا هشة محطمة يسهل تحطيمها تحت طرقات وضربات ولو خفيفة ضعيفة كما تهافت شباب فرنسا تحت ضربات الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية وفي هذا المعنى يقول القرآن فخلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي انتبهوا يا شباب وأما التميع الفكري والثقافي فيتمثل في الغزو الفكري والعقائدي الذي يسعى إلى التغلغل إلى صميم النفس العربية وإلى فرض السيطرة الفكرية والسياسية عليها ويهدف هذا الغزو إلى إخضاع الفكر والثقافة والحضارة إلى آخره والعقلية العربية إلى ثقافة فكرية أجنبية غربية بدل العربية بقصد تعطيل الفكر العربي والسيطرة عليه وذلك بتغيير حملت هذا وتغيير جملة القيم الموجودة في هذا الحامل لهذا الفكر الإسلامي نظريا يعني شبابنا نظريا عرب مسلمين لكن عم بيتلاعبوا بالمضمون الداخلي بجملة المفاهيم وجملة القيم مع من يحملون حملت هذه القيم عم بيتلاعبوا في القيم بداخلهم وهم يشعرون أو لا يشعرون الأمر أيها العزة جد خطير إذن والمفاهيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية العربية والإسلامية وتشويهها وتعميق عوامل الخلاف في المجتمع العربي لتمزيقه وفصم عراه وروابطه فلنكن على حذر من هذا هل فعلا كان العرب يحاربون إسرائيل طيلة القرن الماضي ما هذا السؤال بلى يا شيخ نعم نعم كنا في حرب معها طيلة القرن الماضي يا حلاو بالله أقلا والله الجواب في ضوء قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم تعارفين البقية ما أعددنا يا شيخ طيب يا سيدي ماشي الحال سبع جيوش انكسرت أمام عصابات كيف ممكن أفهم ماذا أنتوا أعديتوا العدة الكافية وحضرتوا التحضير المعدات والجيش والأسلحة وكله تمام إن كسرنا ليه وإن هزمنا ليه فهمي ديش مصري مليون ولا كام كيف ينكسر شت وخمسين وسبعة وستين كيف قال يا شيخ في تفوق في الطيران طب يتفوق عن الطيران ليش مش عندنا طيارين وطيارات قال لا بس حطموها يا شيخ ما انتوا كنتوا صافينها ما كنتوا صافينها يا بويا كأنك في عرز طلعتها ناسم خمس دقائق دمرها كلها دا 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 وشرحت لكم إياها من قبل مرات خيانة عمو نقطة إذن ما كناش طيلة القرن اللي تتكلم عنه في حالة حرب حقيقي مع إسرائيل كنا نخوض مناوشات وننسحب دايما ننكسر وننتكس وننسحب دايما 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 تمام العربين انتصروا اليهود علينا سبعة وستين لكأنها وستخمسين قبلها كأنها هو ثلاثة وسبعين انتصرنا في البداية وبعد آخر المعرة كان قلبت علينا الجيش المصري يعني مؤمن مسلم طيب وشجاع لكن القرار يعني الخراب هناك مش في الفرد في القرار وصناة القرار أول العدة العقيدة ولا عقيدة فوق عقيدة التوحيد التي تعبئ كل الطاقات وتوحد كل المجهودات هل عبناهم بالعقيدة لا احنا كنا نقولهم اشتراكية اللي هي يعناية ايوة او قومية عربية وينو طب عندهم قومية عربية توحدوا قلوا لا ما مش عاوزين نتوحد طب دايما ترى في شعار قومية لويش طييل مش شغلك صحيح هذا كلام صحيح هذي مضبوطة مش شغلك انا بس بس فرج على الفيلم قعد المواطن عربي قلت فرج على الفيلم فيلم بخزي طب عندنا نعيد نفس الفيلم مخازي 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 بزيقنا بدنا نشوف شي يوم عزة زي الخلق مش تقلون يوم نصر حقيقي وحاسم مو دول نصر جزئي نحن قابلنا دولة وشعبا معبئا بعقيدة فاسدة نعم عقيدة فاسدة نعم لكنها تجمعهم ولكنهم يلتفون حولها ويعلنونها احنا دولتنا اسرائيل مش مستحيين والحاخامات يقودوننا ومعانا الحاخام في مقدمة الجيش في المعركة وبننتظر منه التوجيهات ولما يقرأ علينا الصلوات تنتعش معنوياتنا نعم والله طب احنا متبرقين من الاسلام ما احد يعني بجيب سيرة الاسلام لانه لو حد قال الاسلام بتلاقي التهمير عليه والعين عليه بسم الله يمكن يبطل يصلي بصير صلي مسكين برموشه ايه والله نعرف حالات في بعض العالم العربي بيصلوا بالاشارة الله وكيل انت في العالم العربي بلاد العجائب والليس في بلاد العجائب ايه احنا مانا اذا تربطهم بكل من يحملون هذه العقيدة في العالم يعني يهودي في ايسلندا يهودي في استراليا يشعر بالارتباط بدولة اسرائيل والعقيدة الاسلامية توحد خمس سكان الكرة الارضية ومن طلقنا منها فناصر اعلن الاشتراكية مثل ما قلنا والاشتراكية الماركسية والقومية وهما دعوتان نقيضتان يعني الماركسية اممية والقومية العربية ليست اممية يعني كيف عن مناصر اشتراكية وقومية بلعبوا فينا كورة يا ابوها ثم وحدت الصف الغربي مع اسرائيل يعني بيعتبروا انه مدام احنا ديننا النصراني يضم التوراة اذا نحن مع اسرائيل اوتوماتيكلي الغرب لن يكون معنا طيب اذا بيضم للصف العربي يتوحد ورا القضية الفلسطينية نظريا كلام لكن عمليا نحن كنا معسكرين وفقة او بتقسيم ناصر معسكر السوري التقدمي السوري التقدمي الناصري وضم البعث وعبد الناصر والراجعية العربية تضم با قدوها العربية واضح اخواني الرجعية الرجعية مال انتم ايه احنا تقدميها بالله قدمت لوين وصلت وين قال لي وصلنا القناة بالله وتركتوها بعدين قال لي اه بالضبط عرفت ازاي قلنا من مخازيكم واصل واندخلنا الحرب المزعوم على هذا الحال من التنازع والانفصال والاختتال الداخلي والبيني فاننا ننتصر ودخلنا الحرب المزعوم ونحن نوالي صناع اسرائيل بريطانيا امريكا فاننا ننتصر وعلى ضغالة اسرائيل في ان كانت معبأة دوما جاهزة تماما ودائما وهي المبادرة في كل الحروب تقريبا وفي قاعدة ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون نواصل الحديث ولكن في الوسطة الثانية يكونوا معنا ايها العزاء اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات حياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثانية من لقائنا معكم في هذه الحلقة من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين الاسلامي العظيم ذكريات يعني نتذكرها ضروري اعدام عمر المختار قبل تسعين سنة في مثل هذه الايام واعدام عدنان مندريس قبل ستين سنة في تركيا لانه اعاد الاذان باللغة العربية في تركيا اتا ترك هذا المجرم الصهيوني خليها خليها على الله يويا اللي الناس لغاية الان بيعتبروا صنم مقدس من الان تجابلز ممنوع صورته تنزل يعني الموجودون الان بيحاولوا خطوة خطوة ريقى ريقى شوية شوية انهم يتجاوزوا علمانية اتا ترك يا الله واحد رمى حجر بدك ميت سنة لما اطلعوا شو معقول اتا ترك فرض اللا اسلام ولا دين ولا اللغة عربية ولا ولا الى اخر كله هات الان رجع اللغة العربية شو به مستحيل طبعا لان العلمانيين حراس العمالة والخيانة ممنوع ممنوع وما زالت في قبضتهم المجرمين اخ عدنان مندريس جريمت انه رجع الاذان باللغة العربية يا الله دين ماذا اقول في الاذان باللغة التركية واللغة الصينية واللغة الايطالية بعدين مش ما اقول وذكرى مجزرة صبرة وشاتيلة اللي قادها شارون المجرم الاف ذبحوا في المخيمين صبرة وشاتيلة مخيمات فلسطينية طبعا اقتحام الجيش الاسرائيلي لبيروت الغربية كلفهم كثيرا الحق يقال يعني قاتل المقاتلون دعك من من غيرهم لكن هو كان مصر انه يدخل مخيمات ويعمل مجزرة ضخمة تظل في ذاكرة الفلسطينيين ونجح شارون في عمل مجزرة لكن لن يرعب الفلسطينيين عن مقاومة اسرائيل وقتالها برغم التفوق وكتابي من فضل الله باينت في كم كان الجندي الصهيوني مرعوبا من اقتحام مخيمات اقصى ما عندها الاربي جي بيتو بيسبن يا دوب يعني يا الله يخدش الدبابة ولا ومع هذا جنود يرتعدون من عناصر بسيطة ويمكن اسنانهم شباب صغير ويرووا عن ذكريات الرعب اللي مروا فيها على كل حال اذا مجزرة واحدة من مئات من المجازر ورحم الله استاذنا وشيخنا الشيخ إبراهيم زيد الكيلان رحمة الله عليه علم الأردن وعالمها والله إن نسيتم بقول في شعره الجميل إن نسيتم أذى العدو هلكتم فتواصلوا بالحقد جيلا فجيلا اخ رحمة الله عليك هم يتذكرون ولا ينسون قلنا له مجزرة خبية والله شهدته وانا طفل ايو والله حاملني الوالد يمكن عشان يورجيني التفجيرات احنا كنا في رنتيس مشرفة على قبية سمعنا انفجارات فطلعا الناس كلها تجري تشوف ايش الحاصل فوقفنا على تلة بهذه القرية اسم رنتيس من القرى رمالله ورأيت ممكن ثلاث سنوات اربع والله ما نعارف حاملني عشان يعني ارتفع اشوف ماذا يجري اخ بهالسن رأيت برضو الملك عبدالله الاول لما جايزون رنتيس استشهاد ثمن جنود اردنيين قلت لكم القصة من قبل ما زالت مختزنة الصور من من عشرات السنين بهالذاكرة على كل حال هم يتذكرون ولا ينسون ومطلوبون منه ان ننسى ومعاها ذات السلام تجب ما قبلها احنا الان اخباب يا خبيبي بالله يقال الان والله طيح حماس وعباس نطوي صفحة مجزرة صبر وشتيلة وبعض الذكرات نتكلم عن حماس وعباس يعني بقل بها القنوات قنوات عباس ممتازة رداحة من الطراز الاول نظام عربي اكزاكتلي ايدك هي هي يعني انت حاطتهم نفس الحطة نفس نفس المنطق يعني لو تفتح على قناة اي قناة من القناة المصرية ورديحة للمسلمين نفس الرديح نفسه نفسه اي حماس شوف قنوات عباس حماس بتساوقها مع الاحتلال تنتقد الرئيس مدد مدد سيد عباس مدد مين متساوق مع اسرائيل حماس مين مركع اسرائيل يا عام عباس يلا حماس في كل عالمك العربي وانت بتقول احنا توحت بساطير المحتل انت اللي قلت بلسانك انت اللي قلت ما حتقالها عنك انت اللي قلت اه قنواتك بقول حماس المتساوقة مع اسرائيل تنتقد الرئيس عشان تضعف موقفه لما الخطابه العظيم امام الجمعية العامة الامة المتحدة ما شاء الله تسلم القنوات تسلم المنطق الجميل الله 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 قل لي من انت اقول لك تشتغل مين حماس تقدم نفسها لبديل عن عباس اخص عليك يا حماس لا بديل عن عباس ولو مات كل الناس عباس تاج الراس لا بديل يا حماس انتبع وجهتش يا حماس المهم عباس بلا حماس بلا بلا قلعاط فكوا عنا واحد اظن كامل الرجوب اسمه ولا ايه الهجوم على الرئيس ايوا ما له خدمة لسياسة الاحتلال الله اكبر يحيى الرئيس يخليك فوق راسنا يا رئيس دمت على مخنا يا رئيس يا رئيس يا رئيس والبحر كويس يا رئيس الله الله اهمية وابعاد الكلمة المرتقبة للسيد الرئيس امام الجمعية العامة لامة المتحدة ستغير مجرى التاريخ كلمة الرئيس عباس سنكون نهن الاحداث ماشي بهذا الاتجاه بعد كلمة عباس سنتجهي لهذا الاتجاه الله اكبر وسترون سترون هذا يوم فاصل وخطاب حاسم قاطع فاصل جازم ستغير مجرى الاحداث في المنطقة والشرق الاوسط واتجاه الريح بعد خطاب اه عباس الصريح وسترون بامي عينكم والايام بيننا وسترون لكم الايام ما كنت جاهلا ويتك بالاخبار كل القنوات ومن لم تزودي ايو الله اه قنوات عباس اذا تتكلم عن 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 يعني انجازات الرئيس والاعجاز كما قالوا قديما لا تنظر الى دموع عينيه ولكن انظر الى فعل يديه بل تهريج يا قنوات التهريج انتخابات عباس ما لك انذا اليوم مليش سلامتك فلسطين مقال في جرائدنا على الصبحة الاولى وفي الداخل مقال مطول الانتخابات المجتزئة الهاء اي جرائدنا انا مليش علاقة ام استرضاء للمانح الاوروبي عم عباس هل تتكلم جرائدنا انا مليش علاقة انا جاست ناقلينج اه و جرائدنا لمكن اتهامها بينها متحيص ضد عباس مستحيل طبعا المهم قرار السلطة الفلسطينية باجراء الانتخابات محلية في القدس مع انه عباس كان يقول لا يمكن نعمل انتخابات نيابية الا ما القدس فيه صميم الانتخابات الان طبعا اسرائيل ما غيرت شيء وممنوع بالمقال وملخص بلاشه انه انا عمل فيه اربع خرائط بدنا لوحدها حلقة والله لكن نختصر الكلام بلاشه انه طول الحكي مالو مهم دعمل انتخاب مجالس قروية وبلدية فقط لا انتخابات نيابية ولا انتخابات مجلس وطني ولا انتخابات رئاسية مو هيطلع عباس تسعة وتسعين بالمية زباق الزعماء العراب عجي انت في نظام عربي جاست ذات انت في واقع عربي كله تسعة وتسعين وتسعة اذا تواضع بقولي خمسة وتسعين والخصم جاب اربعة ونص في المية ونص واحد في الطريق فراطة راحت فك نزلت من الجيبة اذا اثار هذا ردودا ساخطة في الضفة وقطع غزة طبعا لانه ممثلي الشعب الفلسطيني والباحثون كلهم ضد هذا التوجه العباسي ويعني بقولوا هذا الانتخابات مجتزأ دون توافق وطني يعني هذا شكل الصف الفلسطيني وقصد عباس من هذا الانتخابات الحفاظ على الدعم المالي الاوروبي لانه بعملوا انتخابات ديكورية انتخابات شكلية عشان ياخذوا المنع الاوروبية بالعربي بالعربي هاي احنا عملنا انتخابات هاي الديموقراطية بتاعتكم يا غرب فبقلنا له طيب يا عالم عربي في انتخابات رئيس حقيقية قال لي الشيخ ليش الاحراج شيخ نعم نعم ليش الاحراج نلعفوا انتم بتنحرجوش ما شاء الله عنكم يعني ما شاء الله عيونكم سبتها ستة مصحصحة ما شاء الله على كل حال اذا وين كلامك انه مدام القدس خارج الانطاق الانتخابات وين كلامك وليين تعاوز تعمل مجالس بلدية يعني انتخاب في خدمة المحتل يعني تحت جناح لا رئاسية ولا مجلس نواب ولا مجلس وطني لواش اه الكل عم بيعترض كل المحللين الفلسطينيين بيقولوا هذا اشغال للمجتمع والفصائل في تفاصيل انتخابات محلية وصنع جدال لا طائلة تحته ولا منه وجاهم بلاغ من القرار اللجنة الانتخابات المركزية انه الانتخابات 11 ديسمبر المقبل اه طيب فقط مجالس قروية مثل ما قلنا مجالس بلدية يعني خدميات خدميات ومثل ما قل لا تمثل اي اي توجه سياسي حركة فتح بيقولوا ستنافس فتح في الانتخابات القادمة يعني فتح بتنافس فتح يعني تختار مرشح فتح يا مرشح فتح كيف الفيلم تحفو الله يعني التفاضل بين فتح وفتح فتح الله عليكم ماشي الحال واضح اخواني يعني باقي الجبهات لن تشارك اذا عم عباس فاهم اللعبة تمام فقرر الانتخابات 11 ديسمبر عمو السلطة الفلسطينية نموذج للنظام العربي لا فرق لا قليل ولا كثير نقطة الخلخ الخردل كل من بعضه كل من بعضه اذا تحول نفسها السلطة الى بلدية كبيرة كما يقول احد المعلقين تدير مجموعة من الادارات المحلية واكثر عليهم اصلا اذا احد الباحثين اعتبر انه ارضاء المانح الاوروبي عشان يقبضوا الراشن لقروش ولم يرد محاربة الفساد اطلاقا على برنامجهم الخلاصة اه لا حراك سياسي ولا نضالي ولا انتخابات حقيقية هكذا يقول احد الصحفي الفلسطينيين صلاح عبدالعاطي وبقول يعني هذا كله يحقق مطالب اسرائيل خلاصطون وبقول يعني هذه كل الشكليات من الانتخابات لملء الفراغ واشغال الشارع الفلسطيني والفصائل بانتخابات قد لا تحدث اصلا يعني الصهاينة باخر المطاف قبل الانتخابات بيوم بقولوا عباس اوبر نو انتخابات سيقول لهم ايه حاضر يا سيدي امرك يا سيدي طبعا ماذا يقولي تحت بساطير المحضل انت حر اخي اذا انتخابات عباس قرار فردي احنا هكذا انت في العالم العربي ويقضى الامر حين تغيبوا تيم ولا يستأذنون وهم شهودوا هذا واقع العالم العربي كله موسيقيون من اجل فلسطين اكثر من ستميت موسيقي من كل انحاء العالم اعلنوا انحيازهم لقضية فلسطين يا الله يا السلام هذه القضية عدل وحق وانسانية شف العالم يتعاطف مع فلسطين والعالم العربي يحرض اقرارك رسالة بعد شوية مش من تحت الماء لا رسالة من فوق السطح من من بلد عربي بيقول لي اسرالي انا زعلان انا زعلان منكم ليش تسلموا لحماس كان قطبتهم اعناف من هيك يا صديقي انا زعلان منك لا لا يا رجل بنرضيك بنرضيك المرة الجاي راح اقصلك يا مذري ماشي الحال قال لي ها هيك بترضيني ما شاء الله الخط الحديدي الحجازي قبل مية وثلات عشر سنة من الان ما له تسيير اول رحلة حج كل من بالطريق بياخدوا قطار واحد الان الاردن واحد يمكن طالع له خمسين باص وخمسين تاكسي وفتش الباص وفتش التاكسي ونزل هذا قطار وان شوت محل واحد وقفة واحدة ممنوع امو في العالم العربي قطارات ممنوع انها تربط العالم العربي اوروبا كلها بتركب قطار واحد من اقصى ايشلندا الى ايطاليا وانت قاعد في قطار واحد تذكر واحدة نايم تاكل صاحي حر فرج العالم الاردن منوع بين القاهرة والجزيرة العربية في قطار ما فيش ما فيش يا دوم القاهرة الصعيد يا وخربانها السكة يا دوم اذا قبل مية وثلات عشر سنة تسيير رحلة حج وطول المية وثلات عشر سنة يا عالم عربي ما يمشيش قطار الحج ليه ليه قالوا الخط خربان اه مينو خرب اه ما احنا اللي خرب لا يا عبت عيني طب صلحوه قال ما هو مدو قروش طب مدو قروش احسن من طلع مية باص ومية تاكسي تقول لي مين وتعيد لي مين اه اه لا يكون بدهم ما يجددوش الخط الحجازي حتى لا نتذكر العسما اللي ها انت مش فاهم يا شيخ ااسف ااسف فاتتني انا سامحني يعني عقلي عقدي بنسى كثير وبربطش الكلام في مغضو صح يمكن عشان ما يفتكروش الاهد العسما اللي نقطع صلاة بعضينا عشان ما نذكرش العسما اللي يجب ان تسميه الخط العربي الوحدوي اللي يسميه البكية سيب الحديدي الحجازي بلا منه الخط الوحدوي العربي مثلا الخط اللي انتم اعرف بالاسمة اذا هل هو عشان هذا الموضوع العسما اللي ولا ام ليظل التجافي والتنائي بديلا عن تدانينا اها مين وخمسين سنة على حريق الاغصى من سالموا بعد حريق الاغصى هل وعوا ما يفعلون يا من اندلقتم على اسرائيل اندلاقا وانكببتم انكبابا وهرولتم هرولة وتسابقتم خلاص ايه هتعجيبي القاموس لسان عرب كله المهم يعني حبايب حبايب ايه افتسامات مجاملات ايه نسيتم حريق الاغصى قال يا شيخ هذا قديش قلت انت قديش يلو سنة يا شيخ انا نسيت والله قديش 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 قنا له مش كتير قبل اثنين وخمسين سنة بس ايه ايه يا هداك الله شو والله ياخذك اثنين وخمسين سنة وانت ذكرنا بها اتي قادمة هذه اتي قادمة بالله قال له والله ثم بنسوش لو قبل خمسمائة سنة قال انتم مش انتم لذا بحتونا في خيبر قلنا لا انت فاكر قالي طبعا طبعا انا بنساش قلنا له انكم خنتم قتلتم انكم خونا وتآمرتم انتم العربان انا بحكي عن زمان ما انت خربطناش هذا كان التنسيق زمان اما الان لا تأبى علينا العروبة الله 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 بالله قال له والله تأب عليكم العروبة ماذا ان ننسق مع الصهاينة ده بعدهم والله امو التنسيق جاري على قدم وساق انقلاب السودان جرائدنا بتقول احداشر انقلاب بالسودان تلاتة نجح تمانية ما نجح احداشر انقلاب اه اسماعيل الازهري اول انقلاب عليه بعدين جاء ابراهيم عبود بعدين جاء الني ميري بعدين جاء البشير جاء بانقلاب ماشي والانقلابيون الان هم حاكم الانقلابيين قلنا العمو حمدوك حمدته اللي هو برهان انتو مين قل لي احنا ثورة بالله انتو انقلاب كامل الاوصاف وعمر البشير على علاته اشوى منكم لم يطب عنده طبعته كان يسمح بمرور بعض الاشياء الى غزة بعكس عالمك العربي كله انتم عيونكم زي عيون الصقر تمنع اي شيء يصل الى غزة اذا منه يعني عمر البشير على علاته اشوى منكم اه اذا انقلاب السودان وبعدين لاحظونا ملاحظة يعني العالم كله ودى عن انقلابات معدى العالم العربي ما زال التبديل ما فيه الية للتبديل انه زعيمي كيش زعيم كيش رئيس كيش امير كيش ما فيه انما انقلاب ودموي حاكموهم شنقوهم عدموهم سلموهم قطعوهم الاخره هذا العالم العربي طب ليش ما يكون فيه الية زي العالم بنتخبوا بودعوا بعض ميركل حطير ميركل حطير وجاي حزب الايش يا ربي حزب البديل ايه ايه حزب البديل حينتخب حزب البديل يعني ميركل بتسلم بتبتسم مبارك سلام عليكم شو هذا المهم بدء الماني بتودع سلام عليكم بمنتهى البساطة احنا لا في العالم العربي بتمترسوا بتمسبروا ممنوع التغيير الا بانقلاب عبد الناصر جاء بانقلاب طبعا وعينه صارت زعين الصقر يرقب اي اثنين بتحكوا مع بعض تقولوا ايه بنحكى عن الفلافل مالها الفلافل تكونها رمز لانتقاد سياسي يلا انت هو والله لو جسيت الفلافل مرة ثانية اخلع عيونكم لا خلاص انا كل مدهن باسمه الفلافل الخلاصة اذا لم نسمع صريح واشنطن جزاها الله ما تستحق تندد بالانقلاب في السودان مستر بايضون ممتاز تنديدك اه تنديدك جميل 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 مرة طيب مستر بايضون اح لش ما نددت واللي قبلك يترمب لش ما نددت بستنقلاب اه سيسي على مرسي مرسي ديمقراطي جاي بانتخابات بعكس حمدوك وبرهان واسموش حمدتو جو دولة بانقلاب يعني انقلاب انقلاب على انقلاب تندد انقلاب عسكري على رئيس منتخب لم تندد واضع اخواني كي بلعبوا فينا قاعدين انا امريكا افعل ما اريد اقول ما اشاء اندد متى اشاء مش بتلك يملي علي قلنا له صدقت لانه قزمونا وحقرونا فصار وزن وزن الريشة بنطير في الهواء سامح الله من قزمونا لواش قزمونا والله ما نداري ما عارف ما عارف اذا حكم العسكر ما زال في العالم العربي كله حكم العسكر حكم العسكر كله سوريا حكم العسكر العراق حكم العسكر خليها لله اذا سجيل الحافل بالانقلابات في السودان وقبل خمس ايام اعلان الاحباط الانقلاب على كل حال حل الدولتين ان مزيق لانحل لك اياها بايدن هذا الان بايدن بقول حل الدولة نؤمن 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 ان حل الدولتين نعم ما له احسن ضمان لمستقبل امن اسرائيل بس مستر بايدن ممكن تتولى ان اقناع اسرائيل ان تقبل بحل الدولتين بعدين مستر بايدن حل الدولتين ان شاء الله الدولة الفلسطينية كميف حصل قطاع برضو هاد دولة قال لي اه دولة شو يعني لو قد عشرين متر في عشرين متر في رئيس قاعد على كرسي وحوالي مجلس وزراء بالعشرين متر هاد دولة طيب حددوا ان هاد دولة حدودة قال لي ناو 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 طيب مستر بايدن هتا بقول بعدين سؤال اخر مستر بايدن بتقول اه حل الدولتين احسن ضمان لمستقبل امن اسرائيل والفلسطينيين فيلهم مستقبلهم امن له ولا مال مش قلق قال لي انا مش على بالي كلكم مش على بالي غصبه لك كلكم مش على بالي امال ايه ولاحظوا اخوانها العرب وبايدن كله بتكلم حل الدولتين حل الدولتين حدود الدولة الفلسطينية اللي هي معرفات اللي وقع كان حددتها عن معرفات قبل ما تودع الدنيا قبل ما يسمموك اللي حولك ايه كان قل دولهم حدود قل لي ناو ناو قال لي هادي من المؤجلات قال مهر المؤجلة وهيس طيب اه والمهجرين قال لي مؤجل والقدس قال لي مؤجل اهه واش اللي مش مؤجل قال لي كوني رئيساً معجل الله الله مدد يا رئيس مدد المعجل الرئيس وتقسيم فلسطين الف وبا وجيم ولا انه الف ولا با ولا جيم اللي هو بحط يدهم على اي قطعة اه وهي بيتة الان صرهم وعباس ما سمعنا لهش ولا صوت عن بيته ولا صوت عن سلوان ولا صوت عن عن غيره اطلاقاً عم عباس سمعنا صوتك الله يفتح عليك اذا حل الدولتين يطرحه العالم معدى اسرائيل لانه لا تؤمن الا بحل الدوشة الدولة الواحدة ولا شيء اسمه فلسطين قلنا له انت وقعت مع مين قال وقعت مع شخص اسمه ارافات اهه ثم ذن جاء اباس يهس ما شاء الله ماذا تعتقدون كلام من يمشي سؤال لاخواننا المشاهدين والمتابعين واخواتنا ايضاً تعتقدون كلام امريكا والعربي وحل الدولتين على الربابة نازلين ولا كلام يصري لا حيمشي الجواب قطعاً انا وياكم منقول كلام يصري لا حيمشي على العرب وحيمشي على امريكا كله تواطئ لتمر المؤامرة واضليع فلسطين ذكرى قصف الاسد للغوطة بالكيماوي كلها ذكرات مرار مرار وبوار وخسار ودمار كيماوي ما شفنهوش في 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 حرب الجولان عم بشار ابوك حافظ اسد شبلون من اسد ان شاء الله كيماوي على شابك عم عم بشار وحد لامك حد قال لك شي قال لي ما احد بيحكي لي انو بحبهم بحبوني ايو الله ايو الله ايو الله ايو الله نواصل في الحلقة الثالثة ما تبقى من موضوعات وقضايا كونوا معنا ايها العزاء اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات انحياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثالثة والاخيرة من لقائنا لهذا اليوم احمد عبد العزيز رحمة الله عليه ومن هذا ضابط مصري بطل شجاع وطني مخلص قتل غدرا على يد الجيش المصري وليك التفصيل احمد عبد العزيز رحمه الله متدين حاصر القدس اللي هي بيد الصهاينة المجرمين واوشكت على السقوط بيد احمد عبد العزيز منع عنهم اي امداد لا ذخيرة ولا طعام اوشكة القدس تسقط بيد الضابط المصري المؤمن احمد عبد العزيز طبعا الابتصارات بتبدأ على طول من فوق رأسنا فالجيش المصري قال له يا احمد عبد العزيز عوزينك ضروري في قياة الجيش تنسيق مهم جدا تعالى عم احمد عم احمد من براته راح ترك الجبهة وراح يطاوعين الاجتماع مع الجيش عباب المعسكر فتحوا النار عليه وقتلوا عم احمد عبد العزيز منتهى البساطة بالغلط يا اخوان فموش غلط قتلوا بالغلط ما تفهموش غلط اها والله نكون فاهمين الصحيح والله نكون فاهمين الصحيح قتل قصدا لتسقط القدس اخواني نحن في مؤامرة ملو الكون احمد عبد العزيز هذا الاسم ينبغي ان يحفر في الذاكرة اخ عبد الناصر عمي لا يشفر ولا شيء ولا شيء احمد لانه كان على وشك يستلم القدس تعالى رمنطلوا طالبينه عباب المعسكر صاليا قتلوه قال بالغلط لا حول ولا قوة الا بالله يا اولاد قال خبير اسرائيلي ان الامارات ساخطة من نتائج الحرب الاخيرة بين الاحتلال اسرائيلي والمقاومة في غزة وقال المحلل السياسي امن ابراموفيش في حديث للقناة اطماشي العبري ان المسؤولين في ابو ظبي بعثوا برسالة مفادها نحن غاضبون عليكم الله يغضب عليكم الامارات بتقول لليهود نحن نكره حماس حتى الموت اه احنا حرين احب من اشاء واكره من اشاء حدلوا عليه السلطان قلنا انا لا اعوذ بالله حاشا حاشا كيف اعطيتموهم رعاية القدس كيف يخرب بيت اليهود كم صفيقون تعطوا العيد القدس لحماس ميل عليكم واضاف ان الرسالة الاماراتية الاعتلال جاء فيها قبل كل اتفاق وقبل اي شيء عليكم ايجاد حل القدس شيء مثل وصايا مشتركة او اممية اها او مكسيك والكونغو وخمسين دولة وصايا على القدس والله كلام جميل فعلا شوف الحلول اخواني العقل الواسع واضح الكلام يعني ما يشير فعليها الامم المتحدة عن القدس ها بصير موقف قوي حلو حلو جدا اما حماس يغضب على حماس استلم القدس يا للهول العياذ بالله بعد الشر بعد الشر ويشير امن ابراموفيتش الى ان الاحتلال خضع لادخال حماس في معادلة حرب قال له والله يا سيدي ما كان في مجال كان نظر نقص فاريكم صور يقول انه يا اولاد اللي اطرينا نوقع نانو الشعب اللي سير تضج علينا ما ما كانش في مجال والله يا سيدي اخص عليكم احنا متحزمين فيكم بيقطع هيك احزام بل عليكم فخستونا كسفتونا وكستونا اخص اخ اي ان الحركة بوضعها الانتهاكات في القدس كسب لاطلاق الصواريخ المدمرة المهم يعني بدناش نعطيهم ما طلبوا مثال الصواريخ تضلتين هبر علينا وشعبنا الخنق يعني متحملش شعبنا هذا الضغط يشاري لان السودان والامارات والمغرب والبحرين قامت السنة الماضية بتطبيع علاقاتها باسرائيل اربع دول ميت مليون عربي طبعوا في في سنة واحدة الحمد لله حمد لله اخواني والتطبيع خير بالله خير باسرائيل الله يسامحك انت استعجلت علي ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهودوا واتخذت الدول المطبعة موقفا باهتا تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقدس تصدع الغرب واش هذا حادث صفقة الغواصات الفيرونسية مع استراليا كم بيرا استراليا عاصمة مهم وتقدر فقط بتسعين مليار دولار لهفتهم امريكا من ورا فرنسا وبريطانيا فانجنت فرنسا طبعا عندي مصانع عندي شركات عندي عمال وبعدين احنا يعني تسعين مليار بيقلبوا اوضاع فرنسا اوفر بنصير يعني فوق الريح تلهفوهم منه كيف سيتصدع الحلف الغربي كله الناتو غير الناتو اه جعلت فرنسا تفكر في الانسلاخ عن الناتو وعن الغرب وتقول التحالف مع الصين لعله يفتح افقا جديدا لأوروبا اهلا اهلا اخواني شفت المال بيعمل ايه تسعين مليار يا اوه قالوا انا من الان وصاعد ولذلك فورا بايضا قرر الاجتماع مع ماكرون ماكرون ماذا جنينا من اوسلو اذا بدأ ماكرون يفكر بالتنسيق مع الصين نكاية بامريكا وبريطانيا والغرب والناتو ماذا جنينا من اوسلو ما جنينا شيئا من اوسلو بل جنينا على القضية وعلى انفسنا وخسرناها لكننا لا نعترف بالواقع لا نمس الرموز المقدسة من الزعامات عرفات وغير عرفات فالاشخاص عندنا فوق القضية والمقدسات اذا انتقدنا اوسلو يعني انت ضمنا بتلمز الرمز ولن نسمح لك واضح قلنا نلبيك لن نتكلم الا بالثناء على اتفاقية اوسلو اللي ما جنينا منها الا خراب الديار ذكرى الاندحار الصهيوني عن غزة في مثل هذه الايام انقشع هذا الضباب الاسود عن افق غزة انسلخوا هرولوا هربا المؤتمر الوطني في غزة تحت شعار المقاومة تحرر واوسلو تدمر يسلم بؤك شعب غزة حشد كبير في غزة في هذه المناسبة الوطنية حشد على مد البصر اه شفت اوسلو بتعمل ايه ماذا جنينا من اوسلو العمالة لاسرائيل والانقسام الانقسام غزة والضفة ويل لحماس التي فصلت غزة عن عن جسم الوطن الفلسطيني بالله قال اه والله مين كان يحكم غزة مستر اباس مين بحلان وبوشباك والمدهون اللي قلت لك كانوا يعذبوا الشباب بنتف لحاهم بالكماشة والدوس على لحاهم بالبساطير بالبساطير الرنتيسي وغير الرنتيسي رحمة الله عليه هل الرنتيسي يذاس على حيته بالبسطار يا عم عباس قالوا بيبكوا قال على الوحدة اللي انفصمت والضفة اللي انقسمت وغزة اللي انتكست غزة انتعشت لك صارت غزة شوكة في عين اسرائيل كانت كانت غزة وكر للمخدرات لا تضحك على الشعوب لانقسام براه الحماس الله لا يبارك لحماس انقسمت الغزة عن عن الضفة شفت المصيبة منتو كنتو جزء من اسرائيل يا عم اه نقعد نردح لبعضينا هسه خلاص قضايانا والزمن هل نترك قضايانا وهي مصيرية كما قال القائل حسيبك للزمن يعني واحد عنده سرطان قلنا له شيبه بطيب مع الزمن حيطيب مع الزمن ولا حيموت مع الزمن واحد عنده كورونا قلنا له شيبه للزمن واحد عنده سل قلنا له شيبه للزمن محيموت ذا قضايانا يا بويا ماذا فعل الزمن بقضايانا وماذا فعلنا نحن للزمن وبالزمن هل وظفناه هل استثمرناه هل استفدنا منه لا الوقت اعظم تروى وهي مهدورة بالنسبة لنا اسرائيل فجرت الخنبلة الذرية منذ ستين سنة سامعين يا امة العرب واحنا لسه يعني مش محصلين الفول ناكله على الصبح منذ ستين سنة اسرائيل فجرت الخنبلة الذرية من هو حسن التهاني من كتاب عبد الفتاح ابو الفضل كنت نائبا بمدير المخابرات المصرية بقول المخابرات السوفيتي اخبرت عبد الناصر ان حسن التهاني اسمه حسن علي كان يتجسس على الضباط المصريين الذين يتدربون في الاتحاد السوفيتي لصالح المخابرات الامريكية من اللي بقول الكلام دي نائب مدير المخابرات المصرية كنت نائبا لمدير المخابرات المصرية لم يتخذ عبد الناصر اي اقراء ثم تجسس التهاني على اتصالات عبد الناصر نفسه فاكر البرج برج القاهرة بنت المخابرات الامريكية برج القاهرة ثلاثة ونصف مليون دولار قاب هم له حسن التهاني من المخابرات الامريكية قال يا عبد الناصر ابن البرج او خد الامريكان يبنه لك وصار اتجسس من البرج على اتصالات عبد الناصر حسن التهاني وخبروا الامريكان عبد الناصر بقول انا صاحب الفضل في بناء برج القاهرة حسن التهاني على حساب المخابرات المركزية الامريكية على كل من كتاب ابو الفضل نائب مدير المخابرات فماذا صنى عبد الناصر عندما اخبره الروس دانو بتجسس على الضباط المصرين لصالح المخابرات الامريكية ما له نقل حسن عبد الناصر نقل التهاني الى القصر القمهوري الله 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 اخواني احنا بنحاول نعطيك معلومات فتح الافق كيف يدار العالم العربي احنا بدنا نفهم الكليات مو نشغل بالسفاسف مهرجان المدلمين كل هذا الكلام في الهواء لكن شلون السياسات عم ترسمها لك الدول شلون فضل بقول هذا جاسوس لامريكا نقلوا عنده على القصر بالجمهوري عسين التهاني بدنا عمل صوفي بسيبش لسانه عن المسبحة مش لسانه على المسبحة ايده على المسبحة ولما جاء السادات صار صديق الحميم ويوم من الايام يا اخوانا انا بتكلم زي السادات دلوقتي قال له حسن التهام يا ريس شفت لك المنام اللي لدي بس ايه تاكل صوابعك وراه المنام يا راقل يتاكل صوابعك يا عم اسمع ديه بس خلينا في المهم تب تنقشنا عن الاكل والمهم قلت ايه حسن قولي شفت ايه شفتك يا ريس تأم المصلين في المسجد الاقصى الله ربنا اكرمك يا حسن ابا اقول لك يا حسن قلت ايه لو انا اعمل مفاجعة لبيجن واروح زاره في القدس قال له يا السلام تبتهى ريس ونزارك اتصروا بيه انا اخ بيجن انا اقاع اندقه اخطب في الكنيسة ولكم ولكم ولكامل اوه ولكم ولكم هلا 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 وزار الخدس وطبعوا العلاقات اخ شفت كيف يدار عمو العالم عربي احلي في يمين حسرته اما هو عربي اصلا وسيم سيم فني كله واضح اخوانا عبدالنس حطوا جنبه جنبي منه مدام جاسوس لامريكا خلي جنبي هنا يعني اسيبوا يفلت في البلد لا اه جنبي هنا تحت عيني هيقول لك كده عشان يخموك مش انهم كلهم ملا واحدة لما مايرس كوبلاند وكيرميت روزفيلد وايغلاند ما لهم الثلاثة بكل ليلة نتعشى في بيت عبدالناصر او جيمس كافري اللي هو سفير امريكا احيانا يكل ملوخية بن انارب عند عم عبدالناصر احيانا كثيرة ما يتعشوا في بيت كافري وهيكل بيقول هذا الكلام صديق عبدالناصر الحميم بيقول يعني كنا نجتمع في بيت جيمس كافري صاحب لهيكل برضو لو سفير امريكا ليليا لازم عبدالناصر يكون عنده بطوع روبا الاشتراكية شعاية لهيه سورية وكل ليلة مع السفير الامريكي والله يا اخوانا بدك بدك تقرأ مش كالتنا نقرأش من فضل الله في الاسبوع اقرأ الف صدحة بعتبر نفسي والله امي والله لا اكثر ولا اقل يعني هذا الكتاب النفت من اربعين سنة تركته عشرين سنة ما اصبتوش خطر بالي من يومين اقول ايش في كتابي دهشت والله متى كاتب هذا الكلام انا والله. ويا ليت اخوانا في غزة بالذات هذا الكتاب يطبع احنا مش عاوزين اي حقوق. اولا على المقاتلين يوزع. ثانيا على الشعب العامة. ازعم انه بحلل موقفنا من اسرائيل طبيعة اسرائيل. والحرب النفسية اللي بشنه علينا والحرب النفسية المضادة اللي لازم احنا نشنها عليهم. والله من الفضل الله قبل اربعين سنة بالضبط. كتبت هذا الكتاب. قلت متى انا كان كاتب هذا الكلام. والله استغربت من الحمد لله وفضل الله. كنت اربع كتب عن الحرب النفسية قبل اربعين سنة. الانشاعات وحرب نفسية مدخل عام. الحرب نفسية من منظور اسلامي. والحرب النفسية بيننا وبين العدو الاسرائيلي اللي هو مرة ثانية هذا هو. اه اربعمية واحد وثلاثين صبحة. بيومين اقرب معدل متين صبحة في اليوم. من فضل الله. لمعدل يعني تقل قليلا. اذا حسن التهامي اطلق لحيته وحمل مسبحة لا تفارق يده ولا دع التسبيح عليها وطلب من ناصر طلب منه ناصر حلق لحيته واحضر الحلاق. لكن لا يا ريس يعني اديها. هذا ديكور مش دين جاست ديكوريشن. ولما جاء السادات كانت تهامي اقرب المقربين له وهو صاحب فكرة زيارة الخدس مثل ما قلنا وش رحنا لكم. والسادات صاحب عقل خرافي وتدين سطحي وخرافي ايضا يقوم على الجهل والتقاليد. فصدق ومضى التطبيع العربي. سنة مرت على تطبيع الامارات والبحرين مع العدو المجرم. مهدد اقصى محتل الارض المقدسة. ونحن لم نطبع علاقاتنا مع قطر بعد. قلنا له يا دول البحرين والامارات ومصر. هل طبعتم علاقة مع قطر؟ قال يعني يوشك. خلال عشر سنين ان شاء الله بنطبعها. ان شاء الله. طب تركيا طبعت وقال لا تركيا قطيع للابد. شي زين زين. صحيفة بيطانية بموضوع قيس سعيد. قيس سعيد قال لك جمعة وبصلح وبجمعة بن بن بنقول احنا عاوزينه مضاش اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع. يا عمي قيس وليلة. طب خلاص يعني الى متى هل الاعتكاف هذا انت عم تعمل نظرية فيثة غورس ولا شو ما لك؟ شو بتشو بقى يعني بيضة نعامة حنحن نشوفها اين ولا ايش. فقنا من هل من هل آه هو من طبخ الثورة المضادة هذي على على لسان عم قيس سعيد بن الدول اللي هي الثورة المضادة اللي بتحارفينها طبعا. اللي حاولوا يعملوا انقلاب تركيا همه همه. ولي عملوا انقلاب على عمر البشير همه همه. همه همه. هنه هنه. ورا كل تخريب عربي نفس المجموعة هم نفسهم. ويمكن قالوا الاسعيد يعني اقصي للإسلاميين. احنا بنكره بسم الله الرحمن الرحيم. اقصيهم. مش عاوزين نشوفهم اطلاقا. يا الله. هو الكره للإسلاميين? ولا? قلعوا يا شيخة. احنا بنكرها الاسلاميين بس. اما الاسلام في حبة العين. الله تسلم عينك. تسلم عينك. طيب الضباط المصريين كانوا في القصر الجمهوري بتونس. بيعملوا ايه? استنساخ تجربة مصر عم الله. والسعيد ايضا احزاب ذات مرجعية اسلامية تسعى لدرب بقول. سعيد بقول احزاب ذات مرجعية اسلامية. احزاب. وهالحزب باليتيم. تسعى لدرب شوفت اسلامها. الدولة الدولة التونسية. مش عم قيس وليلة لأ. الدولة التونسية. وتخطط لي اغتيالي. بعد الشر. بعيد الشر عنك. سلامتك. الف سلامة. الف سلامة. احنا فتنا بخطك العربي. قلنا ما شاء الله هذا رجل عروبي. وخط اندلسي. حلو. نم نم. قلنا ما شاء الله. مرجعية عربية. ثقافهم وفرنسية. هذا يحكي خوش حكي ما شاء الله. وابي فاجعنا. وانه نقيض مما توقعنا. فاجعتنا يا اخي سعيد. كنا بك سعداء. يا فرحمة امد. واضح ان سعيد يؤشر على حزب النهضة. وحزب النهضة يطلب التحقيق. طب حققوا في المسألة يا اخي. احنا مجرمين حاكمونا. واذا المسألة تلبيس طواقي. مثل ما حاصل في كل عالمك العربي. ما في اسلام بعد اليوم. ايران ولبنان. سجال بين نصر الله والحرارة على خلفية موضوع المحروقات. يعني. يعني. وصلت القوافل على كل حال. اول قافلة وتاني قافلة. لاحظوا ذكاء ايران. ما في عربي تحرك. ايران فورا دعمت جماعتها. اللي هما حزب الله. اذا العرب قال يعني ناقمين على حزب الله طيب. كنتوا حاولتوا تدعموا يعني اللبنان المارون اصحابكم يا كل الدول العربية النفطية. بتحبوا المارون طبعا كثير بتحبوهم. طب كان دعمتوهم. ايران اذكى منكم. قوافل من ناقلات النفط مازوت وغير مازوت. تفضي بالكازيات. بسعر مش. بسعر ما ما ليش علاقة بالتفاصيل الان. لكن ايران عم تتغلغل في المنطقة بذكاء. وانتم بتخرج منها بغباء. اخ اخ. المهم ملاسنات ما بينهم. حقوق الانسان في مصر. مذيعو السلطة. تروح في ستين ده هي حقوق الانسان. حقوق الانسان يعني ايه? عوزين ايه? ردحين وردحات. دون ما نسمي معروفين. لا نقول احمد موس انه مش احمد موس مليانة مليانة. وديه والميه والسيه. مليانة من الردحين. ابراهيم عيسى بؤوا الشركات. الاخوان تدفع الملايين للترويج عن حقوق الانسان. لان حقوق الانسان ليد Whisjon من عمل الشيطان? ابراهيم عيسى. انت مسقف كبير. ميت كيلو. ما شو الله لك. تمام. طب عم ابراهيم يا عيسى. الاخوان تنفق ملايين للترويج للحقوق الانسان. لحقوق الانسان كفر مثلا خيانة وطنية. فهمونا زعلانين ليه? من موضوع حقوق الانسان. زعلان ليه? وعنده الاخوان ملايين ونهم شركات يا ابراهيم. يا ابراهيم يعني. نتكبروش الكتب ولك يا اخي. هون خليتوا انتم مسلمين اصلا خارج السجن. ما خليتوا حدا. ما خليتوا. اه اه. لتنفق ملايين. طب ما ترصدوا كل كرش. وبتحبسوا سجن. اذا واحد بعت صحن طعام لبيت من واحد اخواني معتقل. عاوزين تفجر نسائه وبناتهم. تخطيط شيطاني والله. الشيطان ما بخطف مثل هذا التقطيط. لا والله. حقوق الانسان في مصر. لو تسمعه المذيعين. حقوق انسان ايه? ونيلت ايه? وزفتي ايه? وطين ايه? وعفريت ايه? يروح بتاهية. الانسان اه ها ها. وان امريكا ام حقوق الانسان. سامع شو بيحكوه يا مستر بايدن? جماعتك دولا. قال الله دولا مش جماعتنا. جماعة جماعة ترامب. انت وترامب واحد مهم. قدامى المحاربين. اه والله هذه. امريكا بتتكرم قدامى المحاربين في افغانستان. فجمعت حشد من هؤلاء اللي حاربوا في افغانستان من بدري. وانعمت عليهم بوسام من الدرجة الاولى اللي هو. فما كان من المكرمين الا ان قالوا نحن نتعاطف مع افغانستان وشعب افغانستان. احنا قتلناهم ظلما. ونتعاطف مع فلسطين واحد منهم قال. مسكوا الميداليات ورموها على ما تطيق ايديهم من 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 ايصاله الى مرمى. بهالعش بتروح. ستين داية. كل الضباط القوا الميداليات. احنا دولة كذابة. كنا نقتل الناس. كنا مستعمرين بلاد مناش فيها علاقة. نرفض التكريم. ولا نعتبر هذا الكلام. يا لائقا بالخلاصة. كلام جميل جدا. مظاهرات اوروبا. في فرنسا وبريطانيا والمانيا وغيرها من الدول يتظاهرون ضد ما هو في مصلحتهم اللي هو التطعيم. في العالم العربي لا لا يحق للشعب التظاهر. ضد ما هو نقيض مصلحته. شوف الناس فين واحنا فين. يعني في ايران سا كل يوم تطلع مظاهرات خمسين الف ميت الف. بدناش تطعيم بتدللوا. بتدللوا يا بويا. احنا نطلق خمسة بتكسروا. بدنا ادنى حقوق الانسان بيكسروهم. وين? في العالم الغربي. قلتش العالم العربي. ابد. ابد. مظاهرات ضد التطعيم. تخيل انت في العالم العربي اطلاع مظاهرة ضد اي شي ضد رفع سعر البندورة مثلا. برجعوش على الدار. بطعموهم بندورة بالشارع. اه فشتانة بين من يرفضون لاجل الرفض. ان فقط وان برفض لانه برفض. وبين من يقبلون مرغمين ضد ما هو في مصلحتهم. فمتى تلحق الشعوب العربية بالشعوب الاوروبية في الديمقراطية. ولاحظوا انه مسموح لنا تغريب المجتمع. فيما هو تخريب للمجتمع. ولا يسمح لنا بان نقتبس من الغرب ما فيه مصلحة الشعوب وحريتها ومزيد كرامتها. اذا محاولة انقلاب. فشلت في السودان. ربما يكون الجيش وراها وتمثيلية. ماناش علاقة العالم العربي غير مستقر. مثل ارض بركانية. ممكن تفاجأ ببركان. باي لحظة هذا العالم العربي. مفيش سياسات مستقرة. مفيش نظام حكم منتخب مستقر. مفيش. ارجو ان لا اكون اطلت عليكم ولا اثقلت عليكم ولا تجاوزت الحدود معكم. ايها اثقلنا المرابطين والمرابطات. لا ننساكم. اجزاكم الله خيرا. الشيخ رائد والرموز الكريمة من المشايخ الذين يقودون الجماهير نحو مزيد من الثبات والارتباط. بالاخصى اجزاكم الله عن مسراء محمد. خير الجزاء. شعبنا فلسطين صمودا مزيدا الفرج قادم. ان شاء الله ستة الذين عادوا عدتم ابطانا وخرجتم ابطانا. ما زدتم في نظر شعبكم لتقديرا واسوة وفرجكم قريب. ان شاء الله اهلنا في هذا البلد الطيب. كونوا يدا واحدة على كتاب ربكم. ان شاء الله عليه نحيا. وعليه نلقى الله. ان شاء الله الى الملتقى بكم دائما. حياكم الله. حفظكم الله. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة